مع إياد دهماني نحكي على الصلح سيامين مش نحكيه على مشروع الصلح الجزائي اللي حكي عليه برشة رئيس الجمهورية من قبل الانتخابات كان من 2012 حكي على إنه إيجاد صيغة للصلح بين الناس اللي مورطين في قضايا فساد مالي وكلام على إنه يقوموا هما بمشاريع في الجهات ونعرفوا الكلام اللي تقال حول ترتيب المعتمديات من الأكثر فقرا والناس اللي عندهم أكثر تورط هما اللي يصرفوا على المشاريع الأغلى ولكن قعد المشروع ماهوش واضح نحب نذكر إنه في 23 أكتوبر 2020 أحنا هنا كنا حكينا على أساس وثيقة كانت رئيس الجمهورية بعثتها للوزارات الاستشارة ولكن اليوم يبدو إنه الوضع معناتها المشروع قعد يتطور وهذه انطلاقا من مراسلة مراسلة نهار جمعة كنت موزيك كان مقالة هبطت على موزيك رئيس التحرير سي عبد السلام زبيدي خرج مقالة يقول راهو من أسباب الأزمة بين المجلس العالي للقضاء ورئاسة الجمهورية هي إنه مجلس العالي للقضاء رفض بداء الرأي في مشروع الصلح الجزائي بعد تنشر المشروع أنا شفته على موقع زملائنا في الشارع المغاربي مشروع هو المراسلة اللي بعثها المجلس العالي للقضاء ردا على طلب الاستشارة بش ندخل في التغسيل أمينة مش نعطيك الفقرة الأخيرة من المراسلة متاع المجلس العالي للقضاء اللي يقول فيها عملا بالأسباب الواقع يشرحوها عليه فإنه لا نزاعة في أن كافة ما تمت الإشارة له يعد من قبل القيام بوسط المرسيم بمناسبة سريان الحالة الاستثنائية بإصلاحات جوهرية المنظومة القضائية والتي يتعذر على الجلسة العامة للمجلس إبداء الرأي بشأنها هو في الحقيقة اللي يقرأ الجملة الأخرين يقول المجلس رفض إبداء الرأي ولكن كي نرجع وإحنا نشوف الوثيقة اللي فيها معانتها تقريبا سبعة صفحات نلقوا أنه المجلس أعطاء الرأي متاعه في مشروع القانون أنا يمكن أكثر حاجة تهم الناس اللي متابعين مشروع صلح الجزائي والأسألة اللي طرحت عليه شكونهم المعنيين خطر برشا كلمت قال إيه قداش بش يجيب فلوس إذا المعنيين هم المذكورين في قيمة تقرير سيد عبد الفتاح عمر الله يرحمه فإنه راو هذيك القضايا تبتت وفهما ناس ماتت وفهما معانتها مشاكل في هذا لهنا من خلال المراسلة متاع المجلس الأعلى للقضاء نفهمه أنه المشروع أصبح أوضح في علاقة بشكونهم المعنيين بصلحة جزائي ولهنا معانتها من التقرير نجمه نعرفه أنه معانتها الناس المتورطين في الجرائم مع النظام السابق قبل سنة 2011 اللي هم مذكورين في تقرير سيد عبد الفتاح حمر وإلا هذي جديد الناس اللي عندهم قضايا منشورة لدى القطب القضائي المالي اللي هي معانتها القضايا مزال جارية واللي هي تنجم تشمل جرائم ما بعد 2011 هذوما يمكنهم أنهم يطلبوا الصلح لدى هتون نجيبهم بعد معانتها القطب القضائي للصلح اللي هو هذية حاجة جديدة بش تتعمل دونك اليوم عمليا القطب الجديد للصلح بش يتعلق بالقضايا متاع قبل 2011 تقريبا بصفة آلية سواء اللي تمبت فيها وإلا اللي مزال جارية والقضايا لليوم جارية لدى القطب القضائي المالي ولو صارت بعد 2011 يمكن للناس المتهمين فيها أنهم يطلبوا إجراء الصلح هذه معانتها هي أهم معلومة في علاقة بالقانون شكو فيه ولكن بش نرجع وعليش المجلس العالم القضاء يقول أنه ما يبديش رأيه فيها هو حط برشا أسباب خلنا بدأ بالسبب الشكلي السبب الشكلي يقول لك أنه مشروع القوانين في العادة اللي تحال المجلس العالم القضاء اللي يبدأ الرأي ترسلها جهة المبادرة وجهة المبادرة في الوضعية اللي احنا فيها اليوم اللي هي المراسيم هي رئاسة الجمهورية ولكن المراسلة جاتهم من وزارة العدل هذه واحد من الأسباب اللي ما هوش مهم في جوهره ولكن شكليا يطرح مشكلة من الأسباب اللي يطرحوها أنه المراسيم لا تخضع للاستشارة لدى المجلس الأعلى للقضاء يقول لك النص القانوني هذيا ماستكملش الاستشارات في المجالس الوزارية هل إنه المجالس الوزارية نظرت فيه وإلى مجموعة مجموعة سريعة هكذا بشيء نحن نفهم نحن معتها رئيس الجمهورية مستنسكي خارج مرسوم ما ياخدش رايحة حتحد معتها هل هذا بسبب تحبه ولا تكره عنده سبب مع علاقة الخلاف اللي موجودة اليوم من رئيس القضاء ولا لا الاستشارة مهيش في علاقة بالخلاف ولكن الخلاف ألقى بظلاله على الاستشارة ولكن الاستشارة السبب الرئيسي متاعها هو إنه حسب مرسلة المجلسة على القضاء يقول إنه المشروع ينشئ هيكلا قضائيا ملحقا بمحكمة الاستيناف سمي القطب القضائي للصلح الجزئي واللي هو المجلسة على القضاء يوصفوا بصيفته محكمة استثنائية طبعا بش معناتها بش تنشئ هيكلا القضاء جديد من الطبيعي إنه يتم استشارة المجلسة على القضاء دونك هذي السبب ولكن من الأسباب الأخرى زيدة اللي خلات المجلسة على القضاء يقول إنه لا يبدي الرأي في الموضوع هي إنه تسمية القضاء الهيكل هذي اللي نحكي عليه اللي هو القطب القضائي للصرح الجزائي اللي هو اليوم مش موجود سيتم إحداثه بش يكونوا فيه 21 قاضي من ذوي الاختصاص من بين القضاء المباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي والإداري والمالي تتم تسميتهم بأمر رئاسي بركز معي في كلمه هذه باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء في حين إنه قانون المجلس على القضاء والدستور التونسي يقول إنه تسمية القضاء تتم مش باقتراح ولكن برأي مطابق هذي ملحجات زادة كيف اللي خلات المجلس العلى للقضاء يرفض الموضوع بش نختم أمين اليوم معناتها أهم حاجة في المراسل النجم ونخرجوا منها إنه مشروع الصلح الجزائي يشمل القضايا متعقبال 2021 والقضايا اللي قدام القطب القضاء المالي بعد 2021 إذا صحابها يطلبوا إنهم يمشيوا للصلح وأيضا إحداث الهيكل هذي اللي هو القطب القضائي للصلح الجزائي ويحدد القضايا اللي فيه يبقى السؤال اليوم هو كيف يش تصرف الفلوس شنية حكاية الشركات الأهلية اللي حكي عليها الرئيس أكثر هذي كيف يخرج المرسوم حتى كان خرجت نسخة جديدة من مشروع المرسوم النجم السابق لأوانه في القسم هذك إنه نعطيه تصور شنو اليوم الحاجدين المهمين الوحيدين هما شكونهم المعنيين وشكونهم الهيكل اللي بيش بضح في مطارب أصل يعطيك صحة إياد بركة شكرا لك شكرا